السلام عليكم ازايكم يا شباب يارب تكونوا بخير في موضوع بقى له فترة شاغل كل اللاعبين وهو سوني والجيم باس خاصة معلش عائت اللي طلعت ان سوني بتحارب الجيم باس بانهم بمنوع بعض العاب انها تنزل على الخدمة واعتقد المقصود هو العاب الطرف الثالث اللي بيتم التسويق لها من سوني زي هوجوردس وريزنينت ايفل فسوني بيشترتوا في العقد ان الشركة ما تنزلش اللعبة على الجيم باس بمعنى صح سوني لما تقوم بعمليه التسويق للعب الطرف الثالث والممكن التسويق يكلف 10 مليون دولار ولكن الشركة المطورة للعبة ما ينفعش نزلوها على خدمة الجيم باس الموضوع كبير يا جماعة وما فيش شك ان سوني بيخافوا من نموذج عمل الجيم باس وده لان النموذج اللي بيشتغلوا عليه سوني هو النموذج التقليدي للسوق الا وهو بيع اللعبة على جهزة وبياخدوا نسبة من مبيعات فلو لعبة زي كاليف جوتي باعت 10 مليون نسخة على بلاي ستيشن فنصيب سوني هيبقى محترم من الارباح واللي ممكن توصل لحوالي 300 مليون دولار ولكن لما الجيم باس ينزل اي لعبة على الخدمة فبكده اصبح عدد اقل من اللاعبين اللي هيشتري اللعبة وده هيأثر على سوني فنموذج عمل مايكروسوفت هو الجيم باس بحيث يدفعوا مبالغ ضخمة للشركات علشان ينزلوا اللعبة على خدمة الجيم باس والكل ينبسط فسوني من الصعب تنافس خدمة الجيم باس وده اللي عادت اسباب هتكلم عنهم والفيديو ده برعاية محلات جيمس تو ايجيبت لبيع اي شيء يخص العاب فتعاونوا نتكلم على سوني مايكروسوفت والجيم باس ليه كل شركة عايزة انهي حياة الشركة المنافسة بصراحة الفيديو ده مهم جامد شوفوه للاخر فيالله بينا واتمنى دعم القناة باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس في البداية فيه سؤال مهم ايه اللي يخلي بعض الشركات انه توافق على تسويق سوني وترفض نموذج الجيم باس معاين مايكروسوفت هتدفع اكتر مقابل نزولها على الخدمة واللي احتمال توصل لعشرين او تاتين مليون على الاقل لو لعبة محترمة زي ريميك ريزنت ايفل فور ونزلت من اول يوم على الجيم باس ولكن السبب اللي بيخليهم يرفضوا الجيم باس هو ان الشركة المطورة للعبة عايزة تكسف فلوس عشان تستمر اي نعم هم هياخدوا ملايين في كرشهم لكن كام تكريفة اللعبة واللي ممكن توصل ل 150 مليون دولار فالشركة بتفكر بمنطق اضحي المبيعات توصل ل 5 مليون نسخة في اول شهر والارباح بتوصل لحوالي 100 ل150 مليون دولار مكسب صاف للشركة مقابل 25 مليون دولار من مايكروسوفت لنزولها على الجيم باس من اول يوم فليه الشركة تضحي بالمبيعات فكان واحدة يشتري اللعبة في حيات نزلت على الجيم باس فاكيد عدد اقلب كتير لو انت مشتريك في البلاس او الجيم باس سواء بي سي او اكس بوكس وليت لعبة منتظرها جامد ونزالك ببلاش فهل تشتريها ب 60 او 70 دولار فمن الطبيعي لا لانك توفر فلوسها في لعبة تانية فعدد ملاقة جهزة بلاي ستيشن 4 أو 5 حوالي 150 مليون لعب فسوني عايزة 150 شخص يدفعوا او يشتروا الالعاب علشان سوني تكسب فلوس وترتفع كيمتها وسعر السهم فهم كطاع عن سوني واكترهم ربح هو كطاع بلاي ستيشن واللي يعتبر جهاز بلاي ستيشن هو بيت ومنقص شركات الطرف الثالث فلما مايكروسوف تاخد بعض اللعاب الطرف الثالث وتنزلها على الخدمة فده بأثر على اللعبين انه ما يشتروش اللعبة دي وانما يلعبوه على الخدمة مجانا فمثلا ممكن لعب بلاي ستيشن لما يلاقي ان الجيم باس هيخليه وفر حوالي 300 دولار في 5 ألعاب فمن الطبيعي انه يشترك في الجيم باس ويلعب عليه اللعاب المدفوعة عند بلاي ستيشن فهنا يا سوني خسرت اللاعب ده فتخيل لو العملية ده قدرت مع 10 مليون لعب من بلاي ستيشن فهتهبط قيمة اسهم سوني وارباح للعاب هاتقل ولذلك لاحظوا ان اعتراض سوني على صفقة الاستحواز على اكديبيجن هو نزول Call of Duty على الجيم باس ودي هنا الضربة يا صاحبي خوف سوني مش ان Call of Duty يتمحص راح على الاكس بوكس ولكنها تنزل على الجيم باس وده هيخلي اللعبين بلاي ستيشن يروحوا عند الاكس بوكس ويلعبه Call of Duty على الجيم باس فلعبة Call of Duty Modern Warfare 2 حققت مبيعات بقيمة 1 مليار دولار خلال 10 تيام وباعت على اجهزت بلاي ستيشن 4 أو 5 بنسبة 71% يعني اكتر من النص وسوني بياخده 30% يعني ملايين الملايين بلاش ما اطلع اي لحاسبة وتحسب لانك تصدر من الرقم فاللاعب بدل ما يدفع 70 دولار كل سنة للشراء Call of Duty ويكسب سوني فلوس من الهوى ولذلك الجيم باس هو الخبور اللي مخوي في سوني وسعر الجيم باس ultimate رسمي ب180 دولار بالسنة واللي بيقدم عدد كبير من الالعاب اكيد 180 اكتر من 70 لكنك بتدفع 180 وبتاخد لعاب طرف اول من مايكروسوفت بثيس دا وقريبا اكدي فيجن بتاخد لعاب من اي اي وبعض لعاب الطرف التات والاندي للعلم ان سوني قالوا للمحكمة او هيئة عدم الاحتكار ان طالما مايكروسوفت هتنازل Call of Duty على الجيم باس يبا لازم تنزلها على بلاي ستيشن بلاس ولا مش منحقوهم ينزلوها على الجيم باس بصراحة سوني صايعين وفاهمين ومايكروسوفت مش سهلين خالص لان لو Call of Duty نزلت على البلاس فساعتها لاعب بلاي ستيشن احتمال كبير يفضل على المنصة وما يحولش للإكس بوكس لان اللعب اللي هو بيلعبها متوفر على البلاس فده مش هشجعه ان يشترك في الجيم باس او يشتري للإكس بوكس لكن خوف سوني من الجيم باس تجاه الجاي في المستقبل عارفين الموضوع عامل زي ايه ابسط مثالة اللي بيحصل بين سوني ومايكروسوفت هو محلين فتحين جنب بعض وبيبيعوا نفس المنتجات اي حاجة تخطر في بالك كشري ملوخية مش عارف ايه الامثلة دي شكل الصيام مأثر فمحل سوني ومحل مايكروسوفت مايكروسوفت بما انها شركة تريليونية وغنية جامد فما عندهمش مانع انهم يخسروا او يبيعوا المنتج بسعر اقل او حتى ببلاش وسوني قيماتها المالية مش كبيرة وبتاعتمد بشكل كله على السوق التقليدي بيع ويبض فنموذج عمل سوني تقديم حصريات بتكلفة انتاج عالية ولما المبيعات توصل لاقصة حد وتقف فبنزلوها على خدمة اللي بلاس لكن المحل بتاع مايكروسوفت عمل خصومات كبيرة عندهم عروض واسعارهم اقل لدرجة انهم ببيعوا المنتج وبيدوك عليه فلوس هدية زي ما حصل في اليابان لما عطوا بطاقة 35 دولار لاي حتى يشتري السيريز اس فدي طريقة مايكروسوفت في السوق وكنت قلت قبل كده ان مايكروسوفت بيشوفه ايه الالعاب اللي بتبيع بشكل جامد عن سوني ومايكروسوفت عايزين يستحوزه على الشركات دي علشان يدمروا اساس وقواعد بلاي ستيشن بمعنى صاحب يمنعوا ان الربح يوصل لهم وبالطريقة دي اللاعب مش مجبر انه يشتري اي العاب من عند بلاي ستيشن لانها تتوافر على خدمة الجيم باس اكيد انا متفه مع اي حد هيقول ان الجيم باس هو كينز وبالفعل عملت فيديوهات كتيرة طبالت فيها للخدمة لكن انا اضد المنافسة بالطريقة دي لان لو اكبرت شركات الطعف الثالث بقى تحت جناح مايكروسوفت زي تيك توع سبيل مثال امبريسر جروب يوبيسوفت وافوكس هوم فبكده مبيعات العاب هتقلق عن سوني وده هيوصلهم لنقطتين سوني تقفل قطاع بلاي ستيشن وطبعا مفيش لاعب في الدنيا يتمنى ان شركة العاب تقفل والحالة التانية تعمل زي نينتندو بانهم ينقذوا جهازهم بنفسهم بحيث يعتندوا بشكل كله عالطرف الاول ويتخلوا عن العاب الطرف الثالث بس في مشكلة للعب يشتري بلاي ستيشن بخمسمائة دولار وهو مش موفر كل العاب الطرف الثالث ولو هيقدموا جهاز اضعف عشان التكلفته تقل فده معناه ان المزايه هتقل بحيث مفيش ستين فريم ومفيش 4K فالحصريات مش هتقنع كل اللاعبين بانهم يمشتروا بلاي ستيشن وساعتها هيتطروا ينزلوا الجيم باس عندهم على بلاي ستيشن فعدد اللاعبين الكاجوال اللي بيبحثوا عن جي تي اي فيفا فورتنايت وكولف ديوتي عددهم اكتر بكتير من اللاعبين اللي بدوروا الحصريات فاكتر اللعبة باعت عند سوني كانت 33 مليون نسخة من نصيب جزئين سبايدر مان وصم جزئين لست فاس 32 مليون نسخة واخيرا جزئين ريبوت جالفور 28 مليون نسخة ودي كلها عنوين مشهورة وضخمة وعلى الرغم ان الرقم ده يعتبر كبير جدا ومش قليل اطلاقا لكن في نهاية الحصريات مش لكل اللاعبين وفي عدد كبير من ملاك بلاي ستيشن بيشتروا الجهاز لاجل جي تي اي كولف ديوتي وفيفا واحتمال سوني تخسرهم لو مايكروسوف تشتروا باية شركات الطرف الثالث بل كمان هتخسر الاشتراك اللي بلاس للعب اللعب الانلاين طبعا انا مش اختلف مع اي حد هيقول ان سوني عايزين يدفعوا على سوقهم وان ده حقهم اكيد مش اختلف معاك في الكلام ده وفعلا من حقهم يحافظوا على اللاعب بتاعهم ويخلوه ما يطلعش بره اجهزة بلاي ستيشن لكن سوني من الصعب تنافس الجيم باس وده لانهم ما يدروش يتحملوا الخسائر في نقطة انهم يعملوا زي مايكروسوفت انهم يدفعوا ملايين لشركات الطرف الثالث علشان ينزلوا اللعبة على اللي بلاس لكن ده يخسرهم اكتر ما ينفعهم ولكن بالعقل ليه سوني تتبع نموذج الخدمات مع انهم بيحققوا اكبر نسبة من مبيعات العاب وبالفعل تقريبا كل العاب الطرف الثالث مبيعات على بلاي ستيشن اكتر من الاكس بوكس فبالمنطق انا شخص ناجح ومكسر الدنيا ومسيطر على سوق الصناعة وفيه عدد كبير من اللاعبين بيشتروا من عندي مع ان هكسب منه مبلغ محترم لو هتبعت بستين او سبعين دولار ما قدرتش اقول ان النموذج ده غلط فالصناعة من اليان ما بدأت وهي مشها بالمبدأ ده طور لعبة بمزنية ميت مليون وبعد كده سوا اليها ابيعها فشركات زي سوني ونينتندو بيطوروا اللعبة حوالي خمس سنين وبعد كده ابيعوها لكن لو نزلوها على الخدمات من اول يوم فده هيخليهم يخسروا فليه اسيب نجاحي واتجه لنظام الخدمات والاشتراكات لها اتبع نموذج مايكروسوفت في الجيم باس والنموذج مكلف بيحقق ارباح بشكل بطيء وغير مستقر للعلم ان مايكروسوفت ما كانش عندهم اي حال تاني غير انهم اتبعوا نظام الخدمات لانهم فشلوا في السوق التقليدي والحل الوحيد للاستمرار هو تقديم شيء مختلف وقديد وطبعا مايكروسوفت تحمل الخسائر فالشركة بتصرف على قسم الاكس بوكس من خلال ارباح اقصائم تانية زي الويندوز والاوفيس والسحابة انما سوني ونينتندو دول يعتبروا شركات العاب نينتندو ما عندهمش اي اقصائم تانية باستثناء الالعاب وسوني اكتر قسم نجاح عندهم هو بلاي ستيشن ونجاح قسم بلاي ستيشن هو بصرف على قسم بلاي ستيشن فليه تبع نظام الخدمات الغير مضمون ويتخلوا على المكاسب بالملايين فانا بحترم توجه كل الشركة وما ينفعش افرد توجه شركة على شركة تانية كل الشركة لها توجه وده احسن للصناعة وفشل اي شركة في اي جيل هو اللي خليها تقدم التنازل لللاعبين ايام البي اس سري لما تخبط واتدمر وكنت كلامت عن الفترة دي في احد الفيديوهات زي اطلاق الجهاز واللي كان غالي مع صعوبة التطوير عليه وثم في 2011 لما تم اختراق سوني وثم زلزالة سنامي اللي دمر البلد وساعتها قيمة سوني وصلت ل11 مليار في 2012 بعد ما كانت 54 مليار في 2007 فاللي اقوم الشركة تانية وخليها تابتعد عن الفلاس او اغلاق قسم بلاي ستيشن هو التنازل زي انهم خلوا اونلاين مجاني طوال الجيل وبردو جهاز الاسلم والحصريات القوية اللي نزلت في نص الجيل كذلك نينتندو مع الوي يو واللي فشل ونينتندو قدموا التنازل مع جهاز السويتش وينزول العاية بزلدة ماريو كارد وماريو ادوسي واخيرا مع الاكس بوكس وان واللي مع تخبطه وفشله اللعاب والحصريات انما الاكس بوكس اللي خليها مستمر حتى الان هو لان مايكروسوفت متحملين الخسائر وما فيش مانع يعودوا سنين بدون ما الاكس بوكس يدخل ارباح فوقعت فتكروا ان مايكروسوفت مش بتحسد سوني على نجاح لمنصها والحصريات وانهم مسيطانين على السوق والطرف الثالث وبردو سوني بيحسدوا نينتندو فالعاب نينتندو تكلفاتها اقل ولكن شعبيتها خارقة وبتحقق ملايين من النسخ المباعة بالسعر الكامل وبدون اي تخفيض وبردو بيحسدوهم على سيطريتهم للسوق الياباني فبدون مبيعات العاب فالشركات مش هتدواجد فكون نجاحات بلاي ستيشن هي نتيجة العمل والبناء بين سوني وبين استوديوهات الطرف الاول وشركات الطرف الثالث وسوني بتحصد النجاح والتعب دلوقتي وفعليا ايه زنب سوني ان كل طرف تات بيحبوهم دي مش مشكلة سوني نعم مشكلة مايكروسوفت انهم ما بينوش علاقة قوية بينهم وبين شركات الطرف الثالث مساعدوش في التسويق او في التطوير زي مثلا لما سكوير اينكس مروا بازمة مالية وكانت عوشك الافلاس في الافنيات لولي تدخل سوني ومساعدتهم لاكتياز المحنة دي سوني بتمني علاقة وبتطورها من ايام البي اس 1 فالبع وتسعين ولما العلاقة دي بازت مع البي اس 3 فرجعوها تاني مع البي اس 4 وبيعت اقوى من اي وقت تاني ففعلا سوني مساعدتر على السوق بس ده مش زنبهم ده جهده تعب سنين وسوني ما وصلوش لده بيوم وليلة ولكن سنوات واجيال وعرف ان الكلام ده هيزاعل بعض الناس بس ما ينفعش مايكروسوفت يجي بمنتهى البساطة بتشتكي ان السوني مسيطرين على السوق لانه بالفعل ايام الاكس بوكس 360 مايكروسوفت كانوا مسيطرين على السوق والطرف الثالث وبعدها يخسروا ده مع الاكس بوكس 1 مع العلم ان مايكروسوفت ايام 360 كان بتحصل خرارة امودات من Call of Duty بل كمان كانوا بيحصروا مودات من فيفا وايامها السوني ما اشتكوش من مايكروسوفت بالعكس كفحوا واشتغلوا وده كل بدون اي استحواز وبرضو السوني ما انفعش اشتكي ان مايكروسوفت شركة غنية بالرغم ان يضاد احتكار العاب الطرف الثالث فمايكروسوفت احتكروا العاب بثزدة وقريبا بعض العاب اكديفيجين مع انهم بمتالب بساطة يداروا يحصر العاب بشكل مؤقت وطبعا حصل المؤقت اهوى بكتير من الاحتكار لنبدا تستنى سنة وتلعبها لكنك مش هتلعبها على جهازك في النهاية احب اسمع ايوكم في الكلام اللولتو هل تضيفوا معايا ولا لا فشاركوني ايوكم للعلم انكم تقدروا تطلبوا اي لعبة من خلال راعي القناة محلات Games to Egypt في مصر او الامارات هسيب التفاصيل تحت الفيديو بشكركم على المشاهدة واتمنى دعم القناة باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس واتدالة وصفات على انستجرام وتويتر والفيسبوك كان معكم احمد السوري سي يو نيكست تايم